اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم متابعي القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل دائما نسيس إلى الدروس تعليم الطاقة الشمسية هذا الفيديو هو الدرس الثالث والذي سيكون حول خصائص ومميزات الخلية الشمسية alors نسويفون لكورة الإنراجي سولار cette فيديو est la troisième leçon où on va voir les propriétés de la cellule سولار alors les points abordés dans cette leçon sont أهم المفاهيم في هذا الدرس هي premièrement conditions STC أولا شروط اختبارات القيسية دوزياما وات كرة ثانيا وات الدروة ثانيا caractéristiques إدوية et pb ثالثا منحن الأداء الجهد التيار ثالثا منحن الأداء الجهد التياري رابيان الكفاء اختصال لعبارة شروط الإختبارات القيسية تتمكن هذه الشروط ثلاثة في اختبارات القيسية degrés Celsius وثالثا درجة حرارة الخالية الشمسية والتي تكون 25 درجة مئوية remarque ces conditions STC ne reflètent en rien la réalité sur le terrain ملحوظة شروط الإختبارات القيسية هذه هي شروط مثالية اي لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع دوزياما وات كرة c'est un paramètre qui définit la valeur de la puissance maximale p qui peut être produite dans les conditions standard de test STC ثانيا وات الدروة وهو عمل يعبر عن قيمة الاستطاعة العظماء p التي يمكن من خلالها استخلاس عدة عوامل مهمة تخصر اللوحة الضوئية أو الخلية الكارضوئية a le point de puissance maximal ou pm en وات qui correspond à la valeur maximale de la puissance générée alif نقطة الاستطاعة العظماء pm وحدتها بالوات والتي تعبر عن قيمة الاستطاعة القصوى التي يمكن انتاجوها b le courant de court circuit ESC en ampère il correspond au courant maximal fourni quand il est placé en courant court circuit c'est-à-dire quand la tension à ses bornes est nulle c'est-à-dire d'arrière المفتوحة VOC وقيمته Bilvolt وهو قيمة الجهد الاقصى المنتج عندما يكون التي الكهربائي منعدم la valeur du courant qui correspond au point de puissance maximal est appelée IM ce courant IM est toujours inférieur au courant de court circuit ESC قيمة التي توافق نقطة الاستطاعة العظماء تسمى بالتيار IM يكون هذا التيار IM دائما أسغر من قيمة التيار d'aire القصر ESC Aussi la tension qui correspond à la valeur de la puissance maximal est appelée VM qui prend une valeur inférieure à celle de la tension du circuit ouvert VOC أيضا هناك قيمة الجهد الذي وافق نقطة الاستطاعة العظماء والتي تسمى BVM تكون قيمتها دائما أسغر من قيمة جهد دائرة المفتوحة VOC Le facteur de forme FF c'est une donnée calculée qui permet de rendre compte du degré d'idéalité de la courbe c'est-à-dire la qualité du générateur photovoltaïque Ce facteur est donné par la relation FF égale PMP sur VOC fois ISC Plus le facteur de remplissage est supérieur à 70% meilleur est la plaque معامل الامتلاء أو الانحناء File Factor FF تعريف آخر لتقييم سلوك أداء الخلية الشمسية وهو معامل الانحناء ويعبر عن نسبة تحدب منحن القدرة القصوى للخلية PM الممثل بالمربع الصغير الأحمر مقارنة بالمربع الأزرق الكبير الناتج من حاصل ضرب تيار القصر EAC في جهد التيار المفتوح VOC فكلما كان معامل الامتلاء أكبر من سبعين بالمئة كان اللوح أفضل 4 رندما Le rendما c'est le rapport entre la puissance produite par le module PV Pmax et la puissance reçue qui est égale E et clairement en Watt par mètre carré et la surface S du module en mètre carré l'unitude du rendement est en pourcentage وأخيرا كفاءة اللوح الشمسي وهي قيمة الاستطاع العظمى التي ينتجها اللوح الشمسي مقسومة على الاستطاع التي يستقبلها من الشمس والتي نتحصل عليها بضرب قيمة الإشعاع الشمسي E ومزاحة اللوح الكهروضوئي تعطى وحدة كفاءة اللوح الشمسي بالنسبة المئوية Voilà c'est la fin de cette leçon Merci à la prochaine video إذن متابعين الأعزاء كان هذا درس اليوم إذا استفدتم لا تنسوا الإعجاب والإشراك شكرا إلى الدرس القادم بمشيئة الله شكرا